جميل الدوري المتابع من العرب الأمة العربية والجمهور السعودي بشكل محدد دوري أو كأس دور الأمير محمد بن سلمان المحترفين قبل أن نتحدث عن عوذة الجماهير اليوم وقمة الهلال والأهلي نطلع نستمع إلى تغرير ونجي راجعين عشان يتكلم الصور الأولى التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أن الجمهور أصبح تواجد الآن في محيط أستاذ الملز بالرياض لحضور غمة جولة 28 بين الهلال والأهلي هيسم السؤال الذي تطرح في نهاية التغرير من سيصفر بني؟ أنا أقول السؤال ليس كذلك هل سيتم حسم رغبة دوري السعودي اليوم؟ والله على حسب نتائج المباراة اليوم لغاية حسب ما أنت وقلت الشباب متقدم فمعناتها لسه الحسن نحن بنسأل كنترول أن يمدنا بالنتائج أول بقول الشباب والعين ومباراة تعطول الشباب هو المهم أكثر من تعطول الاتحاد لأنه الشباب هو القريب شديد يعني والله شوف الأهلي جاي من نكسات لكن ريجي كام محاول أن يطلع الفريق من وضعيته المزعجة في الفترة الفاترة فأنا أعتقد المباراة ما سهل على الهلال ستكون مباراة صعبة بالذات حيكون فيه اندفاع هلالي من أجل حسم البطولة بدري فده ممكن يحدث فيه شوية خالل ممكن يستفيد منه الأهلي أضيف إلى ذلك عودة الجماهير أنا أعتقد سترفع الروحة المعنوية للفرق بقوة يعني دائما اللاعب بيحتاج أنه الدافع بتاع الجماهير في التشجيع وكذا بذلك جمهور الأهلي ده جمهور يعني حتى الليلة هو حيكون أقل من جمهور الهلال لكن برضو جمهور الأهلي بدي دافع يعني جماهي بجدة شوية عندها الوضع اللي بترفع فيه الروحة المعنوية لفريق أكيد جمهور المنطقة العربية بذلك فأنا أعتقد أن مباراة ما سهلة الهلال إذا تعثر الشباب ممكن الهلال حتى الآن حسب إفاق